بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي برقية عزاء وموسى إلى الأخ أيمن عبد الرحمن البروي وإخوانه وذلك في وفاة والدهم المناضل اللواء عبد الرحمن علي البروي وكيل وزارة الداخلية الأسبق وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية لأسرة الفقيد عن خالص تعزيه برحيل اللواء البروي الذي تصدرت مسيرته البناء والتحديث للمؤسسة الأمنية الوطنية كأكاديمي ومعلم فاضل وقيادي ملهم في مختلف المهامة مشيدا في برقيته بمناقب الفقيد البروي والسيرة الطيبة التي تركها في مجال عمله ومجتمعه من الصبر والسلوان